موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية من صحيفة فاينانشال تاينز ومقال من اسطنبول لمهول سيرفستا بعنوان سوريون يحاولون الأزمة إلى فرصة ويقول سيرفستافا إنه عندما اضطر ريمون فؤاد وهو صانع للحلوة والمعجنات من حلب في الخمسين من عمره للفرار من حلب منذ ثلاثة أعوام لم يكن معه سوى وصفات المعجنات التي كانت تنتجها أسرته حاول في بادي الأمر أن يفتح متجرا للحلوة في مصر ثم في لبنان ولكن المحاولتين فشلتا ويقول فؤاد إنه في مصر لم يكن الزبائن معهم نقود للشراء ما ينتجه وفي لبنان يعاملوننا نحن سوريون بصورة سيئة بشكل عام ومنذ عامين استأجر فؤاد متجرا صغيرا للحلوة في منطقة العسكر في اسطنبول والآن لديه مصنع مكون من أربعة طوابق ويعمل به أربعين عاملا ولديه متجران ويستعد لافتتاح الثالث ويقول سيرفستافا قصة فؤاد ليست فريدة من نوعها حيث اغتنمت أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين سهولة افتتاح أعمال ومتاجر في تركيا مما أفادهم وأفاد الاقتصاد التركي أيضا ويضيف أنه منذ عام 2011 أقيمت أربعة ألاف شركة ومتجر ومصنع لمهاجرين من سوريا أو لسوريين بمشاركة أتراك وأن معدل إقامة هذه الشركات أخذ في التسارع ويقول سيرفستافا إنه وفقا لمؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية وهي مؤسسة بحثية تعنى بالاقتصاد والأعمال فإن نحو 1600 شركة ومتجر أقيمت في عام 2015 وأن 590 أقيمت في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي ويضيف أنه وفقا لتقرير لستاندر أند بورز صدر الأسبوع الحالي فإن القادمين الجدد إلى تركيا والذين يمثلون نحو أربعة بالمئة من تعداد السكان دعمونه واقتصاد البلاد ويستدرك سيرفستافا قائلا إنه توجد أسئلة كبيرة عما إذا كان بإمكان الاقتصاد التركي الذي نمى بنسبة 5.7% في الربع الأخير من عام 2015 أن يتعامل مع التغيير السكاني الكبير ويقول إن الكثير من المهاجرين السوريين لا يتحدثون التركية ونسبة البطالة في البلاد تصل إلى 11% ويشك بعض العاملين الأتراك من المنافسة التي يتعرضون لها من القادمين الجدد ونشرت صحيفة التايمز مقالة لفرانسيس جيب بعنوان المؤبد للذين ينون الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية وقال كاتب المقال إن الجهاديين الذين يخططون للسفر إلى خارج البلاد للانضمام للمجموعات الإرهابية والقتال إلى جانبها في الخطوط الأمامية يواجهون حكما بالسجن مدى الحياة بحسب حكم أقره كبار القضاة الإنجليز في بريطانيا وقال اللورد توماس إن الجرائم الإرهابية التي تهدد الحكومات وأمن البلاد تستحق أحكاما جديدة وأضاف أنه سيؤخذ بعين الاعتبار درجة التخطيط وتعقيداته وأوضح أن من بين هذه الجرائم النية في المساعدة على ارتكاب الأعمال الإرهابية على سبيل المثال ومساعدة الأشخاص على السفر للخارج وتوفير الأموال اللازمة لهم إضافة إلى إقناع الناس بالانضمام للتنظيم والقتال إلى جانبهم وبالانتقال إلى صحيفة أقشام التركية نقرأ مقالا لأفق ألطاش بعنوان ما لم يستطع أوباما فعله في سوريا حيث زاد الحديث في الآوينة الأخيرة عن مستشار الرئيس أوباما لشؤون الأمن القومي بن رودز الذي قال نحن لا نشعر بالفخر إزاء سياستنا الخارجية في سوريا ونحن لم نترك بصمة حسنة لا في الوقت الحاضر ولا في الماضي بعد كلماته هذه علق متحدث المؤتمر نيت برايس على حديثه وقال لم يتهم رودز سياستنا الخارجية في سوريا بأي شكل من الأشكال وإنما كانت كلماته هذه تعبيرا منه عن اهتمامه في الأسبوع الماضي علق أحد وزراء الخارجية القدمة في واشنطن جيمس بيكر وقال بيتنا نرى الأثر السلبية الواضحة لعدم دعم الخطة التركية في إقامة منطقة جوية عازلة على الحدود الجنوبية لتركيا وعلى نفس المنوال كان لمراشحي الانتخابات القادمة هيلاري كلينتون ودونالد ترامب تصريحات تؤيد خطة المنطقة العازلة التي طرحتها تركيا وهو ما يظهر ما يظهر أن قطبي السياسة الأمريكية مقتنعين بالفكرة لكن وعكس كل هذه الآراء كانت سياسة أوباما الخارجية ترى غير ذلك وهنا يطرح التساؤل عن السبب الحقيقي وراء عدم تقدم أمريكا بأي خطوة حقيقية ضد كل الانتهاكات التي يقوم بها نظام بشار الأسد فقد تعد كل الخطوط الحمراء التي وضعتها أمريكا سابقا فكيف ترى أمريكا نفسها وهي تغطي عينها بغربال عن كل هذه الحقائق وتحاول في نفس الوقت تقزيمها والتصرف كأنها غير موجودة وكيف لم تستطع رفع الفيتو عن التدخل الفعال في الأزمة عبر الحليف التركي أو المعارضة السورية المعتدلة لو أردنا أن نحكم بإنصاف على المسألة لوجدنا أن تركيا أيضا لم تتحرك عندما أتيحت لها الفرص لكن السبب وراء هذا الجمود التركي هو خطورة الجبهة المضادة كان بإمكان أوباما ومن حولهم من المستشارين أن ينشئوا المنطقة الآمنة وأن يدعموا مجموعة المعارضة وأن ينهوا أزمة اللاجئين قبل أن تبدأ وأن يجبروا الأسد على الجلوس على طاولة المفاوضات لو أنهم لم يستهينوا بالدم السوري وجعلوا خياراتهم السياسية أكثر إنسانية نعم كان بإمكان أوباما ومن حوله إنهاء الأزمة منذ زمن طويل لكنهم أبوا ذلك ولم يفعلوا وبالانتقال إلى صحيفة العرب القطرية نقرأ مقالة لمحمد عياش لكبازي بعنوان حيث رأى الكاتب فيه بأنه تحت وطأة الاستبداد يتعظم شعور بقيمة الحرية حتى تضغى على كل ما عادها من القيم لتنكشف فيما بعد أن الحرية التي نطلبها قد تكون أكثر وبالا وأسوأ حالا ومآلا من الاستبداد نفسه في حال الاستبداد هناك حاكم ظالم وشعب مظلوم وغالبا ما يكون الشعب موحدا في شعوره بالمظلومية أعلن ذلك أو أخفاه بينما هنا قد يكون المجتمع هو الذي يظلم نفسه فالكل يظلم الكل والكل يشكو من الكل في حالة الاستبداد يعرف الناس من يعتقل أولادهم ومن يسرق ثرواتهم وفي حالتنا هذه تختلط أسماء الجنات بأسماء الضحايا فكل من ولي شيئا من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ولغ فيه بلا رقيب ولا حسيب حتى يكفر الناس بالقيام التي تورثوها وتربوا عليها في حالة الاستبداد يلتف الناس حول الرأي السديد والكلمة الشجاعة وفي حالتنا هذه يكثر القادة والأبطال والمفاكرون والمناظرون وهؤلاء في العادة لا يحسنون إلا التشاجر والتنحر على سلام القيادة فتظهر أخلاق جديدة مدمرة للمجتمعات ومخربة للعلاقات لكنها مبررة بضرورات العمل لإفسح المجال لمشارع الإنقاذ التي تكثر في مثل هذه الظروف وترخص حتى يدعيها كل أحد إن هذه الحرية إنما هي حرية الفوضى والخراب والشتات إن هذه الحرية ليست امتدادا للاستبداد الأول وتوسيعا لدائرته فحسب بل هي تقوم بطبيض وجه المستبد وغسل يده وقدميه من أثار الجرائب التي ارتكبها حتى يبدو كأنه كان أرحم بالمجتمع من المجتمع نفسه إن الحرية التي تسوق لنا اليوم لا تعد كونها أداة من أدوات تفكيك المجتمعات وتحطيم الإنسان من داخله ونزعه من بيئته وكيانه يقول إيريك هوفر إن نموذج تطوير الذات الذي تطرحه الحضارة الغربية أمام الشعوب المتخلفة يأتي ومعه وباء الإحباط الفردي كل ما يجلبه الغرب من مزايا لا يعادل شعور الطمأنينة الذي كان الفرد يشعر به وهو في أحضان بيئة مترابطة وختم حلقة اليوم مع شبكة شام ومقال لزام مصطفى بعنوان في فيينا سقط اسم بشار الأسد قصدا وإعادة التدوير باتت واقعا حيث رأى فيه الكاتب بأنه كما كان متوقعا سقط اسم بشار الأسد من قائمة منقشات فيينا في نسختها المحادثة اليوم وتفاعل السطح الإرهاب الذي غطى على كل المعالم في سوريا وبات الهاجز الوحيد الذي بحاجة لحل وما الكلام عن الحل السياسي إلا طريق من طرق مكافحته وتعزيز نظام الأسد ليقوم بهذا الدور وما تبقى من تصريحات معتادة لا تخرج عن أصلها لا يغني ولا يسمن من جوع في فيينا اليوم كما قبل شهور ست مضت اجتمعت عشرون دولة وأربعة منظمات بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في سوريا ذات التركيب وذات الحضور وذات المشرفين أمريكا وروسيا لا تغيير إلا في العنوين ضمان الهدنة إيصال المساعدات بغية إيجاد شيء براق يخفي الحقيقة والمتمثلة بأنه لم كان للتغيير في سوريا وفق ما يطالب به الشعب السوري وأينما التغيير سيقتصر على إضافة ألوان على المضمون الكامل للنظام بزج أسماء وهيئات لتكون في مجملها كتلة حارب الإرهاب الذي يفهمه الغرب حتى لو كان هذا المفهوم يصل لحد اعتبار كامل الشعب السوري إرهابيا ويستحق الإجهاز عليه التصريحة الروسية والأمريكية المتوافقة على هدف واحد وفق ما أكدته مستشارة الأمن القومي لأمريكي سوزان رايز والمختلفة في الشكل الخارجي وطريقة التنفيذ لم تجد معارضة أو امتعاض من قبل أي دولة من الدول التي تصنف ضمن قائمة أصدقاء الشعب السوري التي اكتفت بإعطاء الشعب المكلوم مهدئ جديد والمتمثل بمصطلح الأسلحة الأشد فتكا الذي خرج به وزير الخارجي السعودي مؤخرا ليكون مشابه لتلك التصريحات التي ظهرت قبل ثلاثة أشهر والتي توعدت بالتدخل البري فلا التدخل حصل ولا حتى شدة الفتاكة ستحدث وكل ما هنالك سيمنح للأسد وحلفائه فرصة جديدة لإيجاد طريقة يستطيع من خلالها استعادة زمام الأمور والقضاء على ما تبقى من مطالبين بإنهاء الأسد وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة